انا باسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة انا بمعالي الشيخ ميبنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار بافتتاح معرض في أعماق العصر الجراسي بتنظيم من متحف التاريخ الطبيعي لندن وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني وذلك صباح اليوم في متحف البحرين الوطني ويأتي تنظيم هذا المعرض بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تأسيس متحف البحرين الوطني وبالتزامن مع برنامج هيئة البحرين للثقافة والأثار خلال عام 2019 بشعار من يوبيل إلى آخر وحضر افتتاح المعرض سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء والشيخ حشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة والمدعوون ويقام المعرض للمرة الأولى في مملكة البحرين ويجمع ما بين عروض مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد وأحافير حقيقية ونسخ طبق الأصل من المجموعة الواسعة والفريدة للأحافير البحرية التي يملكها متحف التاريخ الطبيعي كما يقدم المعرض برنامجا تعليميا وتثقفيا مصاحبا صممه الفريق التعليمي لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن وموجه للفئات العمرية من ست سنوات فما فوق وصرحت معالي الشيخ مي بن سمحمد آل خليفة إن هذا المعرض يؤكد أن العمل الثقافي هو جسر الشعوب مؤكدة أن أهيئة البحرين لثقافة والأثار تضع ضمن استراتيجيتها بعيدة المدى تأسيس علاقات شراكة وثيقة مع المؤسسات الثقافية الرائدة حول العالم لتعزيز الحراك الثقافي والتأكيد على مكانة البحرين كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج الحضاري وثمنت معاليها دور المجلس الثقافي البريطاني في مملكة البحرين والذي يعمل من أجل إثراء العلاقات الثقافية ما بين البلدين الصديقين عبر العديد من الفعاليات والأنشطة كما وشكرت متحف التاريخ الطبيعي في لندن على منح الجمهور في مملكة البحرين الفرصة لمعايشة تجربة علمية وثقافية مغايرة من خلال إقامة هذا المعرض